في حلقة النهاردة هنستعرض مع بعض أداء مميزة جداً من أدوات الذكاء اللي صناعي أو واللي بيطلق عليها برضو شاد بوت أو ريبوت درداشة أو محادسة واللي بتشتغل بشكل مجاني ولكن اللي اشتغل انتباهي للأداء دي إنها فيها شوية ميزات مش موجودة في أدوات تانية مسيلة زي أدات جوجل جيميناي وأدات شاد جي بي تي اللي اتكلمنا عليهم في حلقات قبل كده من المزاعة اللي عجبتني في الأداء اللي هنتحدث عنها النهاردة إنها بتقدر تتعامل بشكل مجاني ومباشر مع ملفات البيدي اف الملفات الصوتية، ملفات السور وكمان ملفات الفيديوهات وبقدر تحليلهم وتفهمهم بكل سلاسة فلو جينا نقرن المزاعة دي بإصدار شاد جي بي تي هنلاقيها موجودة بس في الإصدار المدفوع من شاد جي بي تي وفيرجان فور نفس الكلام في الإصدار المجاني من جوجل جيميناي بيقدر بس يفهم ويتعامل مع ملفات النصوص وملفات السور ولكن ما بيقدرش يفهم ولا أصوات ولا فيديوهات تعالوا نستكشف مع بعض نموذج الزكاة للصناع الجديد ونشوف نقدر نستفيد منه زي زي ما وضحنا في بداية الفيديو نموذج الزكاة للصناع اللي هنتكلم عنه النهاردة بيشتغل بشكل مجاني خالص لحد دلوقتي وهو متاح على الانترنت ونقدر ندخل عليه بكل بساطة من خلال المتصفح أو البراوزر بتاعنا التطبيق اللي هنتكلم عنه النهاردة هو تطبيق Reka.ai R-E-K-A.ai بيتدخل على موقع الخدمة بكل بساطة من خلال كتابة Reka.ai في البراوزر وعسيب لكم اللينك برضو في التفاصيل أسفل الفيديو نموذج ريكا بيجي بتلات إصدارات مختلفين مناسبين لجميع أنواع البزنس وهم Core و Flash و Edge وطبعا أقواهم Virgin Core نموذج أو أداة Reka بتيجي في فيتشرز أو مزايا متعددة من ضمنها في حاجات ذكرناها في أول الفيديو اللي هو بيقدر يتعامل مع ملفات السور الفيديوهات الملفات الصوتية النصوص وكمان بعض الملفات زي ملفات البي دي اف بيقدر كمان يفهم بالأكواد البرمجية ويقدر يساعدنا في تصحيحها واكتشاف الأخطاء اللي فيها بيجي منه إصدارين مختلفين إصدار اللي أنا بقدر اه 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 في التطبيق بتاعي في أي تطبيق أنا بعمله زي لأنه بيدعم خاصية وبيقدر كمان فيه منه نسخة بقدر نتزلها على أجهزة أو سيرفر عندي جوه المكان لو أنا أحابة بشتعل بشكل وكمان بيدعم اللغات المختلفة آآ زي اللغة العربية وهنشوف دلوقتي في الأمثلة اللي احنا هنشوفها في بعد كده إزاي بيقدر بشكل سالس جدا يفهم آآ اللي أنا بكتبهولي بالعربي ويقدر يلود علي برضو باللغة العربية بناء على البحثة والإحسيات اللي منشورة على موقع ريكا بيقول اللي هو بيجي في المرتبة التانية كأفضل أداة جينريتي في اي آي بعد أداة شات جي بي تي الإصدار الرابعة فهو بيتفوق على جيميناي ويتفوق على كلود أوبس ولكن لغاية دلوقتي ما تفوقش على الإصدار الرابع من شات جي بي تي وده طبعا الكلام اللي هم بيقولوه الأداة لها استخدامات كتير مهولة زي أي أداة جينريتي في آي يعني مثلا لو أنت حابب تكتب قصيدة عن صورة معينة حابب تفهم محتوى فيديو معين فممكن الأداة تساعدك في حاجة زي كده بتعمل مشروع ومحتاج أفكار رائعة ممكن برضو الأداة تساعدك في الوصول على الأفكار دي فالأداة لها استخدامات كتير جدا بمنها بتقدر تتعامل مع الملفات المختلفة سواء فيديوهات سور أصوات أو نصوص الأداة لها استخدامات تانية كتيرة جدا مذكورة على الويب سايت بتاحهم زي مثلا شرح مفصل السور بتقدر تديك تعليق موجز على الصورة بتقدر تتعرف على المواقع والأماكن اللي موجودة في الصورة بتفهم أنواع المأكلات بتفهم الرسوم البيانية والجداول بتفهم الإشارات بتفهم أي سكرين شوت أنت بتدهلها بتقدر تفهم الثقافات الشعبية والفكاهة كمان بتقدر تتعرف على الشخصيات وكمان العلامات التجارية وممكن كمان تلخص لك الوسائق بتقدر تفهم وتحلل الصور بشكل قوي جدا وتقدر تعدلك الأشياء الموجودة في الصورة بشكل دقيق تعالوا مع بعض نجرب الأداة ونشوف بعض الأمثلة الحية لو أنا حبيب أستدم الأداة بنروح بعلى الموقع الرسمي بتاع ركا وهنا بيقول لك تقدر أقدر أستعدم بتاعهم بشكل مجاني أو أخذ على كمان لو أنا عايز إيه أدمج ده في تطبيق اللي بعمله أو كده وفيه هنا على يمين في نبزة عن الإصدارات المختلفة بتاعت ركا والمزايا بتاعتها وفيه شوية معلومات إضافية على الشمال هنا فيه البحث والبلوغ بتاع ركا اللي هو شارح فيه الإمكانيات بتاعتها بشكل مفصل مقارنة بأدوات التانية وتحت شوية هنلاقي فيه فيديو ظريف جدا بيشرح لي الميزات أو إزاي يقدر أستعدم ركا فيه حاجات كتيرة مختلفة وتحت خالص فيه نبزة عن فريق العمل اللي هو موجود في أمريكا في كاليفورنيا لو طلعنا فوقت شوية هنلاقي فيه لينك هنا اللي هو موديل شوكيز ده برضو اللينك ده ظريف جدا فيه شوية تفاصيل أكتر عن إمكانيات الأداء وإزاي يقدر استخدمها فيه استخدمات كتيرة مختلفة منهم مسلا هو التعرف عن الأطعامة المختلفة ممكن التعرف على الأشخاص اللي موجودين في الصورة وبيديك في كل مثال مقارنة الرد التاركة بالأدوات التانية المسيلة زي شات جي بي تي يعني بيعريك قوة الأداء عاملة زي مقارنة بالأدوات التانية المسيلة لو رجعنا تاني الويب سايت هنلاقي بقى فيه لينك فوق هنا على اليمين اسمه هو ده اللي بقدر 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 منه أشترك في الأداء بعمل ساين أب سواء بالحساب بتاع جوجل بتاعي أو بقى أي ميل شخصي وبقدر أعمل هنا فتح لي وجهة المستعدم بتاعة أداة اللي على الشمال هنا فيها لسة المحاسات اللي تمت مبيني وما بين أداء قبل كده اللي أنا ممكن أبتدي أمسح أي واحدة منها أو أعدل التايتل بتاعها أو أعملها شير للشات ده زي ما أنا عايز عن طريق لينك لو أنا عايز أبدأ محادسة جديدة بقدر أدوس على وهنا باختار الموديل المناسب اللي أنا عايز أجربه سواء كور فلاش أو إدج طبعا هنجرب كور لأن ده أقوى حاجة وبيديني هنا شوية كده أو أسئلة عشوائية ممكن أبتدي أدوس على أي واحدة منها ويواريني الأداء بتشتعل إزاي وتحت هنا في البرومبت اللي أنا ببتدي أكتب في الأسئلة بتاعتي وكمان فيه أبشن ضريف جدا اللي هو المايكروفون ده اللي بقدر أتكلم من خلال المايكروفون بتاع اللابتوب مثلا أو الموبايل وبيقدر يكتب لي الكلام هنا في البرومبت بدل ما اكتبه بالكيبورد وهم أبشن هنا الأبشن بتاع ده وده اللي فيه اللي أنا اتكلمت عليها اللي أنا ممكن أن أبتدي أرفع صورة أرفع فيديو أرفع ملف مثلا وابتدي أكلم الأداة واسألها اللي هي تديني معلومات عن الفايل ده أو الملف ده وابتدي بقى أخش في حوار معاها خاص بالملف ده لو إحنا ندوسنا على أي مثال من الأمثلة دي زي مثلا تعال ندوس على ده جاب لي هنا صورة وبيبتدي بقى هو اهو تعليق عن الصورة دي زي ما احنا شايفين هو بياخد وقت بس في شوية وابتدي ديني شوية التفاصيل عن الصورة اللي موجودة وده مثال من الأمثلة ممكن أبتدي بقى أعمل مثلا لو ده ما عجبنيش ممكن أعمل ممكن أبتدي أقايم الشات أو أبتدي أعمله أودي فيدباك بشكل مفصل في المثال ده رفعت له فيديو فيه طبق فاكهة وابتدرت تدردش معاه أقول له إيه اللي موجود في الفيديو قدر فعلا يفهم أنواع الفاكهة كمان اللي موجودة في الطبق وابتدى يقول لي عليهم وقلت له كمان إزاي قدر أحضر طبق زيه وقدر يشرح لي التفاصيل بتاعة طريقة التحضير وكمان قلت له هل الطبق ده مفيد ولا لا وقدر فعلا يفيدني وده مثال تاني رفعت له فيديو عن مجموعة من الأولاد رحيين للمدرسة وابتدرت أقول له إيه اللي موجود في الفيديو قدر فعلا يفهم اللي في مجموعة من الأولاد رحيين للمدرسة وابتدى يقول لي اللي هم لابسين شونط وتقريبا رحيين أو راجعين من المدرسة وكمان سألته يعدهم لي فقدر يعدهم وسألته عن الأنواع بتاعتهم كم ولد وكم بنت قدر فعلا يتعرف عليهم بشكل مميز جدا واللي خلاني فعلا أنبهر بالأداة ولو لاحظتوا في المثال ده كل الأسئلة بتاعتي كانت باللغة العربية وقدر فعلا يجاوب علي باللغة العربية بشكل سلس جدا وده مثال تاني للتعرف على السور رفعت له صورة أهرامات الجيزة وابو الهول قدر فعلا يتعرف عليهم وابتدأ يديني شرح مفصل باللغة العربية وكمان تماديت في الأسئلة معاه قلت له المكان بتاعهم بيفهد قد ايه عن اسكندرية مسلا قدر فعلا يقول المسافة ما بين أهرامات الجيزة واسكندرية بشكل دقيق مثال تاني للتعرف على الشخصيات اللي موجودة جاء الصورة رفعت صورة محمد صلاح وصورة والأداء قدرت تتعرف على الاتنين والدي اتنين نافذة مختصرة عن تاريخ كل منهم من الأمثال الزريفة اديتوا فيديو صغير عن فيلم ترمينيتور وابتديت اقول له ايه الفيلم ده قدر فعلا هنيعرف اللي دهت فيلم ترمينيتور واداني كمان مين الشخصيات اللي عملت الفيلم وامتى الفيلم ده انتج وكان موجود في السينما بصراحة عن تجربة شخصية الأداء عجبتني وحسيت اللي هي قوية مش اي كلام مقارنة بالأدوات التالية اللي انا شفتها موجودة على الساحة دلوقتي زي شهد جي بي تي كلود او جوجل جيميناي فانا حابب لنتوا تجربوا الأداء وتقولوا لي انتم جربتوها في اشتخدمات زي ايه مختلفة واستفدتوا منها ازاي? وتصيبوا لي برضو رأيكم في الكمنتس اسفل الفيديو. وطبعا لو اعجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير واشوفكم في الحلقة الجاية في محمد اصام او تعلم تكنولوجيا مع محمد اصام.